التقى محافظة محافظة عدن أحمد سالمين مع مدير عام مكتب الصحة الدكتور علي عبدالله صالح ومدير مركز العزل بمستشفى الأمل الدكتور زكريا القعيطي وناقش خلال اللقاء الأوضاع التي يشهدها القطاع الصحي والإشكاليات المتعلقة بتفعيل نشاط قطاع الصحة وتحسين وتطوير الخدمات الصحية بالإضافة إلى إشكالية انسحاب فريق أطباء بلا حدود من مستشفى الأمل بطريقة مخالفة للاتفاقية معهم الخاصة بتشغيل المركز وذلك قبل أن تنتهي الفترة المحددة بثلاثة أشهر هذا وقد أقر المحافظ عدد من الإجراءات التي تهدف لإعادة تشغيل مركز الأمل واستكمال إجراءات السلام الموازنة تشغيلية المقرة من قبل الحكومة كما وجه بسرعة معالجة كافة القضايا المتعلقة بنشاط مكتب الصحة وسير العمل في عموم المرافق الصحية في ضوء الإمكانيات المتاحة